بسم الله الرحمن الرحيم عزائي طلاب الصف الثالث الابتنائي من مدارس اللغات. مرحبا بكم في قناة الدرس انجليزي مع مستر عوض ربيع باشكر كل الناس اللي بيتابقونا وبيدعمونا من اللايك والشير اعزين الفيديو ده يوصل لأكبر عدد ممكن من اصدقائكم وصحابكم في كل مكان ان شاء الله النهاردة هنحل صفحة 49 و 50 من كناه من كتاب الكنكت بلس المعاصر يلا بينا اول سؤال معنا اقره ووصل اللي متابعنا طبعا هنقرأ العمود بي وقرر ما بنقرأ ا بنفهمه بسرعة بنوصله بسرعة يعني نمبر ا بيقول مرح جدا نمبر د دق كلب الى الطبيب البيطاري يعمل الأعمال المنزلية الشقة الجديدة نمبر ا في حقرة نومك نمبر اف جيتين جسك يمرد اول سؤال اي هلب انا بساعد تو تو اي تو دو نمبر افضل نمبر افضل نمبر افضل لاحظ انه دا سؤالي باخره النحية التانية اعلامة استفهام ماذا لديك في حقرة نومك نمبر افضل سوف اخذ المريد الى الطبيب البيطاري نمبر بي بعد كده معنا السؤال الرقم اردر اعد ترتيب هذه الكلمات لكي تكون جملة مفيدة عندنا اول حاجة دا السؤال بهل بعد كده الفعل يو بعد كده الفعل هل لديك هل لديك اه افريغيتور سل لاجة اد هو في منزلك بعد كده معنا السؤال رقم تو اي موفد انتقلتو تو انيو ابارتمنت الى شقة جديدة نمبر ثري وي دا الفعل بعد كده الفعل وي لوف نحن نحب السوابين كوميك كوميك باقس كتب الكوميديا معا وسويا بعد كده معنا السؤال الرقم فور هي بط اوت زجاربج هو وضع مين اخرج مين الغاربج القمامة ياسر دي بالامس المجموعة التانية رقم نمبر ون فيها اي دا الفعل بعد كده الفعل اي برغمت انا برمقت the robot اللي هو الإنسان الآلي to fix a robot i as if i have programmed the robot to fix لكي يصلح my car سيارتي طالك نمبر two she الفعل is tidying here to red tip tidy up here bedroom chukrit numha number three what about what what do what do like about your bedroom you what do what do you what do what do you مجموعة الثالثة المجموعة الثالثة المجموعة نمبر وان شي دالفاعل يوزس يبتستخدم البلندر المكسر الخلاط بتاعها تو ميك لكي تصنع ملكي شيك مخفوق لبن نمبر ووو شي دالفاعل نمبر و työ يائه الس disposal نمبر و شفف بدون الكهرباء نمبر ثلاثة مع تعلمت كيف تستخدم الميكرويف ثلاثة معنا نمبر ثلاثة القطط يجب ان تذهب زافت اليمين التطعنات ثلاثة نمبر ثلاثة اقرأ اذا كان لديكم بلاد وكمل اقرأ او محادثة الكلمات من الشيء نتقلنا الى اشياء جديدة منذ شهر ماضي انا كنت سعيد جدا سعيد إن أصدقاء كويسي جدا We have a long لدينا إيه طويل Desk مكتب طويل For our PCS لما من الكمبيوتر الشخصي So we can do نستطيع نفعل our homework الواجب بتاعنا In our bedroom في غرفة النوم بتاعنا That's much better أفضل بكثير than doing it in the living room بنا من هنا نعمل فين في حغرة المعيشة There is too much noise في كثير من الضوضاء there هناك From our little sister من اختنا الصغيرة and the TV والتلفاز بعد كنا معنا السؤال الرقم B ده برعا المحادسة فاطمة بتكلم مع نوها Hello نوها Is this your cat? هل دي قططك? Yes It's called to send me Manda I like cats But I don't know أنا لا أعرف How I know for them كيف أنتبه إليهم How to attention Attention Cats القطط needs محتاجة ألطف الكثير من النوع to feel safe As if now kill me care As if I'm so sorry How I care for them Deity cats need محتاجة ألطف الكثير من الانتباه Attention When do they eat متى هم يأكلون They like بيحب small Small mean Meals وقبات صغيرة What equipment ما هي المعدات Does a cat need ألطف الكثير محتاج stretch أو ستنوض إتسكلاو عشان يحد من الكلاوز المخالب بتاعه يعني هيد شاربن وبكده انتهينا من حل صفحة 49 وخمسين من كتاب الكون نكت بلاص المعاصر للصف السادس اللي ابتدائي باشكر كل من بتابع قناة درس انجليزي مع مستر عوض ربيع واللي بشوفنا الأول مرة ما ينساش فعل الجرس واشترك في القناة عشان يوصلوا كل جديد